مدينة أبل جعد عمرك سمعت المدينة دياتي الناس اللي في مصر وفي أي مكان في العالم مدينة أبل جعد المغربية مدينة مغربية جميلة رائعة ساحرة جدا بأهلها وناسها الطيبين النهاردة هنعرف حكاية مدينة مع مدينة أبل جعد كل اللي عايزين نعرف مين اللي سماها ومين اللي بناها ومين اللي عملها كل ما عليك بس صللنا على الحبيب وتعال احنا نروح المغرب المملكة المغربية بلد الشرفاء والزوايا ونعرف مدينة أبل جعد دي من اللي بناها مدينة أبل جعد يا أولاد جنة دي مدينة في المملكة المغربية بتقع ضمن إقليم خريبجة أسست هذه المدينة في القرن الخامس عشر مين اللي أسسها؟ راجل طيب عظيم جدا اسمه محمد عبيد الله الشرقي يسموه سيدي بعبيد الشرقي الراجل ده اللي هو سيدي محمد عبيد الله الشرقي أو سيدي بعبيد الشرقي الراجل ده من نسل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فأقام في هذا المكان وأسس هذا المكان وكان الرايل ده صوفي وعالم وفقيه ومحدث وجوم ولاده من بعده فالمكان دواتي هو في القرن الخامس عشر هو اللي سكن هذا المكان في الوقت دواتي وعمل حاجة اسمها الزاوية الشرقوية اللي كانت الزاوية دياتي يعني المغرب معروف إنه بلد الزاوية انتشرت الزاوية من المغرب للعالم كله وللد دول الأخرى الزاوية دي كانت فيديتها إيه زي يقول الكتاب عندنا في مصر كده هي نشر العلم والثقافة والمعرفة وتحفيز القرآن فكان هذا سيدي محمد أو سيدي بعبيت هو كان من هؤلاء الصوفية الناس اللي بيرجع نسبهم إيه لسيدنا عمر بن الخطاب من كتر العلم في المدينة الصغيرة دياتي بيجي يسموها فاس الصغيرة من كتر العلم اللي فيها وجوم أبناءه من بعد وقاموا بتطوير المدينة الصغيرة ولعبة هذه المدينة الصغيرة دور كبير جدا في صد هجمات البرتغاليين ولعبة الدور كمان مهمة في الحرب ما بين الوطصيين وبين السعديين طيب ليه سموها مدينة سيدي ليه سموها مدينة أبل جعد ليه سموها دي يقول لك اختلفوا فيها كتير جدا ايه سموها ليه يقول لك حوالي عن أربع أسباب ولا بتاع المؤرخين يعني مرة يقول لك فيه نبتة اسمها الجعدة النبتة دي ياتي بتستخدم في التداوي عشان كده سموها أبل جعد مرة تاني يقول لك ده نوع من أنواع الزئاب الديابة كانت موجودة في المكان فكانوا ايه هذه الزئاب كانت بتسكن هذا المكان فسموها أبل جعد مرة تاني يقول لك لا دي الشجرة مرة الصمار اسمها الجادة سموها أبل جعد وبعدين يقول لك لا ده اسم مشتق من وجود ابن آوة اللي يسمى أبو جادة عليها يعني أنا الناس اللي في المدينة دي بتاعت أبل جعد هم اللي يقولوننا أي الأراء هذه صحيحة المدينة دي فيها حاجات جميلة جدا يا جماعة فيها الماشية فيها الأغنام الصفراء اللي احنا ما بنشوفهاش غير في العيد الكبير في عيد الأطحى يعني حاجة فخمة جدا وحاجة ايه معروفة بالجودة العالية فيها الرعي فيها القنص فيها محميد غزلان اسمها آدم فيها غابة سيد الغزواني فيها غابة الشباب فيها النجارة فيها الخياطة فيها الزراب الزراب الزمورية فيها موسم الوالي ابو عبيد الشرقي نتمنى ان احنا نزور هذا الموسم الجميل اللي بيتعامل كل عام فشوف المدينة هذه الطبيعة مدينة طبيعية عادة سكنها قليل جدا ولكن تشوفها مدينة طبيعية لسه أهلها محافظين على ايه محافظين على العادات على التقاليد على المحبة على الكرم على الإنسانية على التعاون على ناس بخيرهم ناس بسطاء ناس طيبين اللي هم ناس بتاعت مدينة أبل جعد فأنا يا جماعة بدعوكم في من المملكة المغربية ومن خارج المملكة المغربية انكم تزوروا المدينة دي وخاصة في موسم سيدي بعبيد الشرقي علشان تشوفوا طيبة الأهالي وروعة المكان وهذه الطبيعة الساحرة اللي موجودة في المملكة المغربية فأنت يا سيدي سلام صعيد شحط محط كبير جوي إلى الناس بتوع مدينة أبل جعد وإلى المغربة تمن والمغربة كاملين فأنت مغربي من مدينة أبل جعد من أي حتة برطجين وشير هذا الفيديو علشان نوصل هذه الأماكن الجميلة إلى العالم كله وإيه وديم مغرب وشكرا